اشتركوا في القناة 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 عشان الفوز فبالتالي كلنا كل التوفيق لفريقنا عمد ميتاب أمامنا محمد نجيب كلهم بيتمرنوا بجدية أيضا نشان محمد أمامنا ربما الحمد لله على سلامته يعني أكيد كلهم عندهم مسئولية وعارفين قد إيه هذه المباراة ونتجتها هتأثر بشكل كبير في حصولنا على النجمة التسعة لهذه البطولة كل التوفيق لفريقنا إن شاء الله اللي أكيد من النهاردة لغاية هذه المباراة قاعدين بقى كل واحد مع زميره في الغرفة كل واحد مع زميله في الملعب بيتكلموا في هذه المباراة وأهميتها بالنسبة لهم تاريخ بيتكتب ليهم احنا بقى لنا فترة ما أخدناش هذه البطولة بقى لنا فترة ما دخلناش كأس العالم للأندية لما أنت ممكن في بعض اللعبين ممكن تكون آخر سنين ليهم أو آخر ممكن تبقى آخر بطولة ليهم بالنسبة لهم فبالتالي هو بيأخدها تبقى حاجة مميزة وأيضا لو أول بطولة بالنسبة لهم أفريقية دي برضو حاجة مميزة وبتكتب ليهم كلنا وإحنا بناخد بطولات مع النادي الأهلي بنقعد نحسبها كده طب أنا عدد البطولات اللي أخدها قد إيه أنا عايز أبتدي من هذه البطولة من البطولة ديه عشان كده بيتم بقى التحفيز من اللعبين أنفسهم لبعضهم من خلال هذا الكلام من خلال هذه الاجتماعات اللي بتكون مع بعضهم سواء بقى سنائيات في الغرف أو جماعية مع اللعبين وبعضهم ومعاكبات الفريق ومع الجهاز الفني ومجلس الإدارة هو ده اللي بيحصل من خلال وجود اللعبين في هذه المباراة المهمة خصوصا أمام فريق قوي فريق بيستعد ليك بشكل مختلف لأن زي ما قلت لك من المباراة الأولى النجم الساحلي هو استعد ليك بشكل مختلف تماما أنت لسه كنت مخرج بطل الدولة التونسي فريق الترجي من تونس قبلها بأسبوع وانادي الأهلي قعد أسبوع في تونس يكون تاني بفرق التونسية اللي ممكن تتعرض للخروج من فريق النادي الأهلي دي طبعا بتبقى حاجات كده حساسة دايما ما بين الفرق وبعضها أو التوانسة نفسهم إنهم تحفزهم بيبقى كده هم أخواتنا وأشققنا لكن الأمور بتمشي بالشكل ده فبالتالي هم كانوا مستعدين ليك عارفين أنت النادي الأهلي عارفين أنت عندك كومباك بشكل سريع بترجع للمباراة حتى لو أحرز فيك هدف وده اللي حصل في مباراة النجم يمكن نفتكر طبعا الهدف اللي جي فينا وبعد كده احنا تعادلنا ثم الهدف التاني كل ده موجود بالنسبة لفريق النادي الأهلي لشان كده هم كانوا بيستعدوا بشكل كبير بيستعدوا مع مدربهم ومدير الفني بتاعهم أكيد كلامه بيبقى أنك ما تخافش وسط الجمهور كلامه أنك تتعامل بشكل طبيعي في ملعب أستاذ الجيش ببرج العرب وهيكون شكل الجماهير كبير كل ده كلام هيقوله طبعا المدير الفني الخاص بالنجم السحلي وأنهم ما يختفوا هدف ويمكن يعملوا نفس السيناريو اللي أنت عملته هناك لكن زي ما بقول لكم الأمان بالنسبة لفريقنا إنما يحرص فيك هدف أي هدف يعني أعتقد أنها تبقى هتقرب بك شوية كابتن حسام البدر واللعبين لكن زي ما بقول لكم احنا ما عندناش المشكلة دي السيناريو ده ممكن يكون محطوط بالنسبة لنا في شكل كبير لكن الهدف برضو ده يخليك مش كوي يعني ترتابك احنا مش عايزينه خالص ده طبعا هيكون من خلاكة حسام وكلامه كتير مع وسط الملعب وطبعا وخط الدفاع بتاعنا إن شاء الله اللي هيكونوا متقلقين بالإضافة طبعا للشرف إكرامي اللي نتمناله إن شاء الله يبقى في حالة يقا ذائما الشرف إكرامي من الحراس المميزين اللي كان يمكن فترة فاتت كان فيه إصابة ولكن الحمد لله رجع نتمناله التوفيق في هذه المباراة وحش أفرقيا شريف إن شاء الله هو زميله وخط الدفاعه سعد نجيب رامي محمد هاني معلول أمامهم إن شاء الله له السلية وحشان محمد أمامهم كل اللي عابيني الموجودين أجايه ودي السينيمان الشيخ حمودي طبعا وليد أزار وعمد متعب كل واحد ممكن يكون موجود في الملعب طبعا زي ما بقول لكم الفوس زي ما بيجيش غير بالحب ما بيجيش غير بالتكاتف وإن إحنا نبقى ييد واحدة وأعتقد دائما نادي الأهلي هو بيكسب عشان الأمور دي إن أنت كله على قلب رجل واحد نادي الأهلي إن شاء الله سواء بقى مين قاعد عددك مين بره الثمانتاشر خالص كله هدفه والمغزر بتاعه أو الهدف بتاعه إنه توصل كاس عالم الأندية إش هتوصل كاس عالم الأندية غير بفوز على الفريق النجم السحلي في المباراة دي ونستنى بقى طبعا إحنا يوم السبت فيه المباراة قبل النهاء الأخرى مستنى مين الطرف اللي هيكون موجود في المباراة النهائية ولكن خليني إحنا نركز في فرقتنا ونركز في مباراتنا إن شاء الله قابط حسام يكون مختار أحسن تشكيل أحسن لعبين يكونوا في حالتهم بأمر الله والفوز في هذه المباراة وإحنا بنتكلم على المباراة النجمة أكيد لازم ما ننساش إن فيه الدور الممتاز بيتلعب من مباراة كمباراة الأمس النصر والأسيوتي وتعادل النصر والأسيوتي اتنين اتنين أيضا طلع الجيش وطنطة سفر سفر امبي والمقصة فوز امبي على المقصة ويمكن دي نتائج ما زالت للمقصة يعني في حالة طبعا إخفاق كبير أعتقد المؤمن تقدم باستقلته لمجلس دارة المقصة يعني أكيد البحث مستمر عن مدير فني جديد لمصر المقصة أيضا الاتحاد والإنتاج الحربي وتعادل إيجابي واحد واحد مباراة مباراة النهاردة تعادل الرجاء والمصري يمكن مصري كان متصدر الدوري يمكن الرجاء إلى حد ما كان موجود في المركز الأخير وأول نقطة بالنسبة لفريق الرجاء كانت أمام المصري البورسعيدي أيضا بيتروجيت ووادي دجلة وتعادل لفريق بيتروجيت كامباك قوي جدا لفريق بيتروجيت والمدير الفني كابت محمد يوسف اللي عمل شوت رائع في الشوت التاني مع فريق بيتروجيت وما يزال طبعا فريق ودي دجلة بيخسر نقاط يعني أعتقد أن السنة دي الوضع مختلف لفريق ودي دجلة مع أحمد حسان ميدو وإحنا قلنا حالة الاستقرار الموجودة ممكن تكون في صالح ودي دجلة لكن طبعا الوضع مختلف تماما كانت محمد يوسف بيعمل أداء رائع في الشوت التاني وبيحرز هدفين ومعن طريق محمد دبش ومحمد رجب كان في ديئة 73 وديئة 80 وكان شوت رائع فعلا بيتروجيت أيضا الإسماعيلي مختلف في السنة دي مختلف في أداء ومختلف في شكله بيتصدر الدوري بعد تعادل المصري البورسعيدي النهاردة وبيحصل على 13 نقطة وبيتسبب معه ولكن طبعا أهداف بيكسب النهاردة الإسماعيلي الداخلية 2-1 وممكن عايزوا لكم إسماعيلي كنا بنتمنى دايما نحن نشوف الدور الممتاز بقوة القوة بتاعت الدور الممتاز ما بيجيش غير بقوة الفرق الكبار الفرق الكبار زي الأهلي زي مالك الإسماعيلي بينضاف ليهم طبعا كان أمبي المقصة كان في وقت معهم حرص الحدود المصري بورسعيدي طبعا للتحاد سكندري كل الفرق دي ما تبقى في حالة جيدة بتلاقي طبعا الدوري ممتاز ماشي في شكل جيد السنة دي إسماعيلي مختلف مستمعين مشاكل مستمعين أي مواطرات كانت موجودة في سنين قبل كده السنة دي إسماعيلي بشكل مختلف بيكسب النهاردة الداخلية 2-1 وبتصدر الدوري مؤقتا طبعا حتى يعود النادي الأهل إن شاء الله من جديد لطولة الدوري والتركيز فيها والمباراة المؤجلة سواء أمامه أمام الإسماعيلي أو المقاولون أو المقصة أيضا الزمالك وسموحة بيتلاقب حاليا وما زال طبعا تقدم نادي سموحة على نادي الزمالك في هذه المباراة طبعا معاكم باستمرار هنقول النتيجة حتى نهاية المباراة هنقول النتيجة بالكامل لكن حتى الآن سموحة كسبان 1-0 بهدف محمد حمدي زاكي وديها يمكن دلوقتي 59 خليني يعني طبعا زي ما بقولكو بجدول ترتيب الدوري والسنادي دوري مختلف تماما القوة موجودة بالنسبة للدوري ممتاز إسماعيلي في المركز الأول برسيد 13 نقطة المصر برسعيدي في المركز الثاني برسيد 13 نقطة المقاولون العرب في المركز الثالث برسيد 11 نقطة الزمالك حاليا طبعا لسه طبعا منتظرين المباراة تخلص ما زالت 1-0 فليس سموحة في المركز الرابع برسيد 9 نقاط سموحة في المركز الخامس برسيد 9 نقاط إنتاج الحربي في المركز السادس برسيد 9 نقاط الأهلي طبعا في المركز السابع برسيد 7 نقاط بتروجيت في المركز الثامن برصيد سبع نقاط أيضا طنطة في المركز التاسع برصيد سبع نقاط التحاد السكندري في المركز العاشر برصيد سبع نقاط ثم الداخلية في المركز الـ 11 برصيد سبع نقاط طلاق الجيش في المركز الـ 12 برصيد سبع نقاط أيضا الأسويت سبورت في المركز الـ 13 برصيد ست نقاط ثم أمبي في المركز الـ 14 برصيد ست نقاط ووادي ديجلة في المركز 15 برسيد 4 نقاط والنصر في المركز 16 برسيد 4 نقاط ثم مصر المقصر في المركز 17 بنقطة واحدة ومفاجئة حتى الآن للدور الممتاز بأداء مصر المقصر ونتائجه حتى الآن أيضا الرجاء ونقطته الوحيدة أمام المصر البرسعيدي في المركز 18 برسيد نقطة واحدة هي ممكن جدول دور الممتاز ونتائج المبارات حتى الآن هنكون معاك ومبارات الزمالك وسموحة واللي حتى الآن فوز سموحة على الزمالك وحيسف بهدف محمد حمدي زاكي طبعا قبل ما أروح وأستقبل ضيفي أستاذ عمر كمال أن ناخد الرياضي بالأخبار هتكلم نقطة بسيطة على محمد صلاح اللي مازال ما شاء الله مشرفنا مازال بيكسر أرقام كتيرة اسمه ووجوده فيه دور الأبطال مع فريقه ليفابول وأكيد قبل كده مع فريق روما وقبل كده مع تشيلسي وقبل كده مع بازل أعتقد أن محمد صلاح فعلا فخر لكل المصريين بيتفوق أو الفيفا أو المسؤولين عن الاتحاد الأوروبي وكلهم بيتفقلوا حالين وبيساعدوا جدا بمحمد صلاح ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا بيتوج محمد صلاح بالجائزة بقى جائزة أفضل لعب في الجولة الثالثة بيتفوق طبعا على كل من ميسي وعلى ميسي وعلى كريستيانو رونالدو وعلى لعبة كتير جدا كبار في الدوري الأوروبي والدوريات الأوروبية بشكل كبير وبيحصل محمد صلاح بشكل كبير وتفوق طبعا على توسون لعب بشكتاش بالنسبة 33% وكوينسي لعب سبارتاك موسكو 7% ولين الميسي أخد 3% فقط لغير لكن محمد صلاح ما شاء الله تفوق بشكل كبير أحرص هدفين في مباراته الأخيرة مع فريو في بطولة دوري أبطال أوروبا وأيضا ساعد في إحراز هدفين محمد صلاح فخر لكل المصريين فخر دائما لبلدنا يعني مش عايزة أقول هو وصلنا لكاس العالم ولكن يعني سبب كبير من وصول مصر لكاس العالم خلينا روح لفاصل واستقبل الناقض الرياضي أستاذ عمر كمال كلام بقى طبعا عن مباراة قادمة للنادي الأهلي وحاسمها ممكن يكون إزاي وأيضا بعض الأمور اللي ممكن تكون في الدوري الممتاز خلينا روح لفاصل واستقبل ضفنا الكبير اشتركوا في القناة